إلا بتقليع المحتل ما في حل وما في حل إلا بتقليع المحتل ما في حل وما في حل إلا بتقليع المحتل اطلع يا قمر نوهل وضو الكورة الأرضية وما خلقنا تنعيش بكل خلقنا نعيش بحرية مخلقنا تنعيش بكل خلقنا نعيش بحرية سخنين الكرامة سخنين الرأس المرفوع يا من جئتم من كل أطراف هذا الوطن من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه لتقولوا كلمتكم وكلمتكم واضحة نحن شعب فلسطيني واحد فما جرى وما زال يجري يهز كل ذي ضمير ففي يوم السبت الماضي وتحت حماية جيش الاحتلال قامت قطعان المستوطنين المنفلتة بمهاجمة ثكان بلدة حوارة وبعض القرى المجاورة وعاتوا فسادا تاركين عشرات المنازل المحروقة وعشرات السيارات وعشرات المصابين من المواطنين الأبرياء كل ذلك حدث وجيش الاحتلال يرى ولا يهز ساكنا إن مثل هذه الجراغم المروعة كانت تحدث في أوروبا ضد اليهود وهي اليوم وقد منعت سيارات الإسعاف وتواقمها من الوصول إلى الجرحى ومن هنا نقول لحكومة نتنياهو العنصرية إن هذه الأعمال البربرية ضد أبناء شعبنا لن تكسر إرادته وعزيمته ورغبته في زوال الاحتلال فالشعب الذي يدافع عن وجوده وكرامته لن تستطيع إطفاء جدوة الحرية حتى زوال المحتل أخوات أوركتم على هذا الموقف موقف الضمير موقف الانتماء الوطني الفلسطيني موقف التحيز لدم شعبنا ولأهلنا رجالا نساءا وأطفالا لا شك أن المشهد الذي تابعناه قبل يومين من حريق للبيوت وللممتلكات والسيارات ورؤية أخواتنا أمهاتنا أطفالنا مغعورون من النار هذا مشهد رهيب يستفز كل إنسان وطني فلسطيني ويستفز كل إنسان عنده ذرة من ضمير نحن نريد أن ندقق في بعض المصطلحات بشكل سريع سمعت عندما أتيت إلى هنا في الراديو بيان للجيش الإسرائيلي يتحدث أن مواطنين إسرائيليين يعقومون بكذا وكذا المراسلة العسكرية كرملة من الشيء قالت هذول برعي حق حق هؤلاء مخلون بالقانون نحن نقول أكثر من ذلك المستوطنات ووجود المستوطنين في الأرض الفلسطينية هو عمل عدواني هو عمل مجرد وجودهم على الأرض فلسطين هو عمل عدواني يجب أن ينظر إليه كذلك لذلك الحديث عن عنف من الطرفين وما إلى ذلك هذا المقبول ومرفوض كليا إن المشاهد التي رأيناها قبل يومين إنهم وتابعها العالم بأجمع تذكر بجرائم الفاشيين والنازيين وتذكر بليل الكريستان ليل البلور في 28 إحداث 1938 عندما قامت قطعان من النازيين بالاعتداء على مساكن ومتاجر وكنز اليهود في برلين الآن يهود يقومون بما قامت ما قام به النازيون ضدهم والسؤال الذي يسأل يريدون أن يصموا نضالنا للإرهاب والسؤال الذي يسأل من هو الإرهاب في القصبة في نابلس هل هو الذي يعيش في وطنه وفي مدينته وفي بيته أم هو جيش الاختلال الذي يحتل الوطن ويقتحم المدينة ويقصف البيوت بالصواريخ هذا علم مقبوب مقلوب عندما يضع الفلسطيني الذي يستشهد في بيته وكانه هو الإرهابي ماما حياتا يغيط العدى سأحمل روحي على راحتي وأدقي بها في مهاور رجاء فإما حياتا تسر الصديق فإما ماما يغيط